آلاف الدونمات تقبع تحت تهديد الاستثمار وإخراج سكانها في منطقة الرضوانية ضمن محيط مطار بغداد هذا المشروع الذي صوت عليه مجلس الوزراء بإحالة 106 آلاف دونم من الأراضي إلى هيئة الاستثمار الوطنية للإشراف على إنشاء مشروع مدينة الرفال ليكون عاصمة إدارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار وما بيد الأهالي من حيلة غير عبارات الاستنكار ودعواتهم للكف عن منتلكاتهم الآن شايب عمره 70 سنة وأبوي قبلاي وأبوها أبوي قبلاي وكلها هنا نازل هذه مناطقنا هذه خاصة المناطق المحيطة بغداد هذه وهذه نحتبر كل تهديد على هذه الناس المساكين وأكثر الناس والله ما تقدر على الخبزة ما عنده مكان جاعد وهو سنازل لمي قليل زراعة ماكو فالناس استشننا هشي يعني أقول لك بس خليني مكان راكد ويجنوا بشي لأخشباته ويقول لي مشي لأظل هنا أنا هسي عندي طاب وصرف هذا طاب وصرف يعني مسجل بطاب العامرية يعني طاب وكرخ الثاني ويقدرون يروحون يتيكدون ويجون يطلعون لجس بسنة 83 أنا من ال76 كانت عقل زراعي تحولت إلى طاب وصرف فهذا طاب وصرف يعني أنا أبن عن جد هذا بسم جدي مو بسم مبو وجوه عابسة وملامح متجهمة امتزجت معها حالتي الحزن والغضب على ما تركه الأجداد منذ مئات السنين من إرث هذه الأرض ليمتد إلى الأحفاد وهم يقفون متحدين تلك القرارات وبصوت واحد نموت هنا دفاعا عن أرضنا فما يمتلكه السكان من سندات وأوراق رسمية تثبت أحقيتهم بامتلاك أرضهم معتبرين تلك الخطوة بالاستعمار للاستثمار نوجه سؤالنا لرئيس الوزراء نقول لأربعين ألف عائل القاطع ضمن مسؤولية مالتنا نحن قاتلنا الأرهاب وقاتلنا ما قاتلنا وحمينا المطار وقاعتنا طاب وصرف من زمن الملك وليس هسه يعني من زمن قديم أبانا وإجدادنا مسارثينها ونطلح هيد شي بدون أي شيء أو نحن لم نطلع من الأرض ألا جثثنا مسحية وبيوت غير هالكلام كل الاحترام للحكومة وغير الحكومة ولكن لا يجي واحد يطلعنا لم نطلع مثل ما قاتلنا الأرهاب نقاتل من أجل شرفنا يقول لك بالدين بالقرآن تقاتل لشرفك ولمالك ووطنك هذا وطننا لم نطلع لماذا نتخلع لها؟ أنا شاهدت لك واحد يبيع نفسه وداره بشيء بسهولة أطلع من داري؟ لا والله خلي عدموني بنصبابي ولا أطلع من بيتي زيان؟ وأضحب نفسي وأضحب عائلتي وبلدي ما أطلع من بيتي ما أطلع على أساس أطلع علي الحديث عن الاستثمار في العراق يعني أن هناك محاولة جديدة لتهجير عائلات فما يحصل هنا ليس بغريب وإنما صورة متجددة لعشرات المحاولات لإخراج الناس من مساكنهم عنوة بهدف الاستثمار هذا السيناريو الذي اعتاد على سماعه العراقيين من منطقة الرضوانية في أطراف بغداد ندى المرسومي التغيير